أكيد يا أسامة حبينا ناخدكم في جولة مختلفة حبينا نقول لكم إنه شغالة إزاي حبينا كمان منظرنا هنا يا أسامة إنه إحنا نوضح إنه فيه شكل مختلف ومنظم لازم نمشي عليه ولازم نقول لاتحاد الكرة لازم تبدأ بسرعة فيه بس كمان بما إننا بعين تانية وبما إننا حبينا نتكلم في حاجة مختلفة إحنا تجربة شبابية تجربة مختلفة إعلاميا تكاد تكون مفيش تجربة ممثلة لها إنه ناس خرجت من الجمهور بتقدم برنامج فحبين جمعا نتكلم في نقطة إن اللي بيخلق التعصب وهنا إحنا بنقول لكم كمشجعين سدهوني عمره ما كان رد الفعل وعمره ما كان الجمهور ولكن في الأساس بعض التصريحات اللي بتخرج ممكن كمان ما تطلش الأندية بشكل مباشر ولكن ما بتكونش مبنية على أي معطيات ولكن مبنية على بعض المهاطرات الإعلامية نشوفها ونقول لكم الخلل فين نسمع كابتر رضا عبد العال لما حبي يتناول إعلاميا قصة الشرف المنتخب تناولها إزاي نطلع نشوف ونرجع نقطة لأنا قلته إن يبقى فيه كده طبق من فضة تحط فيه الشارع واللعابة تروح تقدمه نصلاح ده ألا حاجة يعني يعني المشكلة ده ألا حاجة يعني وبعدين الراجل ده راجل مؤثر في فريقه ومؤثر في منتخب مصر نحمله هو المسئولية خليه أولي يبقى فيه الشارع بس خلوا بقى حملوا المسئولية بس انت عاكدوا دي من غير ما يبقى كابتر عمال تقول صلاح 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 طبقا ندوله كابتانا عشان نقول صلاح على حق بالزبط طبق ده لك أنا حمله المسئولية وهو بقى ده ممكن يصرف من جيء طيب بس هو بينقلك في أماكن تانية لا هيوقف بقى من العيبة لبعض اللعيبة مش لكلهم ان صلاح يا عم اللي عاكمه يروح لا 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 اسمعني وربنا محد مؤثر اسكت لاجل النبي أحمد زيزد أحمد هو صلاح اللي ربنا يعني مديله فإحنا يعني كلعيبة مفروض يبقى عندها دم ادوا الاتشارة لمحمد صلاح لان محدش بيتحاسب في الهزيمة غير محمد صلاح في التعاضل لمحمد صلاح لو فيه لعيبة مش عجبة كلامك يروحوا بتاريخهم بانجلزاتهم مين تاريخهم مين قولي قطل واحد تاريخهم بروح بس سهدى بس سهدى قطل واحد بتاريخهم ما فيه عندك الننى وعندك حجازي وعندك عبدالله السعيد ما لهمش تاريخ يعني ايه كابتر رضا لهم تاريخ بالحب احنا عايزينا بالحب مش بالخناع أنا بالعافر اه أنا عندي أخوضة بالحب لا لا بالموهبة وبالعافر كلمنا في جزئين جزئ يخص المنتخب وجزء يخص النادي لأهلي وحق من حوق كابتل رضا عبدالعال بيناقش أزمة الشارع أو بلاش نصنف أعلمان كأزمة قصة الشارع داخل المنتخب كابتل محمد صلاح أصلا ما لعبش في المطشين يعني أنت متخيل للعيبة اللي بتقول لازم يده الشارع بغض نظر أن يبقى لهم رأى لعيبة غير مؤسرين ما لهمش الأزمة محدش ليه تاريخ ده فريق بيوصف قبل مباراتين همين جدا في مصير منتخب مصر بيتم تناول موضوع الشارع إعلاميا بدل ما أنا أجمع الفريق وأتكلم في أن المفروض الفريق يبقى في اللحظة دي وحدة وحدة بتكلم في أن اللعيبة باستثناء صلاح تقريبا ما لهاش لازمة هل ده تصريح إعلاميا ينفع يتقال الأهم بقى جزء يخص حق النادي الأهلي لا كابتن ما ينفعش لاعب بيرتدي تي شيرت النادي الأهلي يتقال أنه مالوش تاريخ أو مالوش لازمة أو مش مؤثر شوفنا النهاردة تأثير اللعيب الأهلي ومش الأهلي بس ده حق اللعيب الزمالك وحق اللعيب المحترفين النهاردة تريس جيبي بعت له طيارة خاصة من أستون فيلا ترجعه إنجلترا فما ينفعش أنا أكون بتكلم عن لعيب منتخب مصر ولعيب نادي الأهلي كمان اللي يخصونا بشكل ده غير مقبول وشكل مهين وده مش طرحي إعلامي وده مش رأي والموضوع مع كابتن رضا عبد العيل بوخ وتجاوز فكرة إن أنت تتعلق لا الموضوع بقى ظاهرة عالمية إحنا بنرصدها وبنقدمها لكل المسؤولين بص أنا عايز ألحايا هو لو الكابتن رضا عبد العيل كان توقف عند فكرة إن أنا من رأيي كرضا عبد العيل إن شارة الكابتنة يستحقها محمد صلاح ووقفنا عند كده حقه تماما وجهة نظره ورأيه لكن فكرة إن أنا عشان أدي صلاح أتعرض للآخرين هي دي الأزمة أو هي دي المشكلة والحقيقة يعني حابين نطلع بنموذة كويس حتى من الاتحاد الكرة المصري طبعا صلاح نجم عالمي نجم كبير ميجا ستار ولكن إحنا مش عايزين نتحول فجأة لمنتخب أرجنتين بدون إنجازات بدون تحقيق بصولات صلاح في 2018 أو في 2017 قدر يقود المنتخب بالفعل يصعد لكأس العالم ولكن عندنا تحديات كتيرة وعندنا إنجازات كتير مش هتتحقق إلا إذا كل لعب اتحط في حجم باحترامه وبتأديره طبعا صلاح نجم كبير لكن عندنا نجوم منتخب كتير وعندنا نجوم لازم تشعر إن هي كمان مؤثرة ودرها مؤثر ده على مستوى المسؤولين وأعتقد فكرة أزمة شارط الكابتن يعني ما كانش المفروض تحصل الأزمة دي لولا الكابتن حسام البدري وحديثه طبعا مع بعض اللاعبين القدامة الموضوع يعني لا دخل فيه صلاح ولا دخل فيه بعض اللاعبين وبعدين شارط الكابتن فيه معروفة في المنتخب المصري بالأدامية فكان الأهم لنا إن المنتخب كله كل لعب يحس بقدره ويحس بشأنه لأن منتخب السويد مثلا فارس صعد كاس عالم بعد استبعاد إبراء فإحنا عاوزين كل لعب في المنتخب يحس إنه له دور مؤثر عشان نقدر نكمل بإذن الله ونحق البطولة الأفريكية لغاية عنها ترجمة نانسي قنقر